بسم الله الرحمن الرحيم تحية للأكرم مننا جميعا شهاداء الثورة السودانية على امتدادها تحية وعاجل الشفاء للكرحة والمصابين وعوذة حميدة للمفهودين والتحية لكم وعبركم لجموع الشعب السوداني سيكون مواصلة للسلسلة أفوا سادتي تغنى فيها الجزء الأول الجزء الثاني والليلة سنستغل الجزء الثالث وأعتقد أن الجزء الثالث بدءا إذا أيتمام صالح مع نفسك أصبح لا تحضر لأنه يكون صعب عليك وفي سؤال مشروع جدا ووطني جدا بعيد عن مسائل الضغضغة تحت المشاعر الوطنية والصورية والحيات دي لأنه يتعقل ويأذل مباشرة ويأجبها مباشرة جدا ويأجب أنك في المغامر لأنك في المغامر لأول تقوم مصالح لأنك في المغامر لأول تقوم مصالح يوم 25 من قبل 25 بنتكلم عنه إذا ما حدث إذا ما حدث انقلاب عذكري فهو صابق لا محالة بعد ما حدث الانقلاب قلنا الانقلاب وليت ميت وصادي وكانت حقيقة لكن بعد 11 شهر أو عام غارب العام الليلة سؤال يكون مباشر وحي لمتين المساعد بتاعت الدغضغ والتخدير هل نجح الانقلاب ولا ما نجح ده السؤال سؤال الواشر هل إي انت أجب أجب أنك تتالو وإذا نجح بعد من هو الذي بث الروح فيه عشان يحير لأنه ولد ميت ده حقائق أصلا ما محتاجه غلط بالبراهيم بالمستندات بالعجلة بكده ولد ميت مساءل إنه ظل ميت لأنه مثلا ما عنده حكومة وما قدر كده وما قدر كده وما قدر كده لا ما بتكون ما بتكون ده الإجابة الإجابة بكل وضوح هل نجح الانقلاب والله ما نجح هل سعلله مرة على سنة دي دلالة المدة الزمنية هي دلالة طيب بكل بساطة أنا أريد الإجابة بدون دغضغ أبطعت مشاعر الإنقلاب نجح نجح ونجح لأنه نحن ما نبث فيه الروح نحن الشعب السوداني يعني ارتكبنا أولادنا بنرتكب في أخطاء كبيرة جدا وأنا ما أعتقد أن كل هذه الأخطاء هي يعني أخطاء دونقف فين فيها القرص وفيها العفوي فيها الأخطاء العفوية وفيها الأخطاء ما عفوية وأنا بقول أنه في عوامل عدة ساهمت بشكل مباشر في بس الروح وأنا الكلام اللي بقوله دا داري ذو اللي فكر فيه كويس لأنه بعدين أنا داري خطة مخرج من وشاق مظري أنا بعد كده الناس برضو تركي سيرت مشوفة الانقلاب نجح غضبا عننا غضبا عن مشاعرنا غضبا عن يملك المدمع لكن الانقلاب نجح ما في ذلك الليلة يأتي ذول عاقل كده بيعرف سياسة بيقدر يحلل بيعرف بيخط الصورة كده بركبها مع بعض وبيقراء كويس عنده رأيها كويسة جدا لما حدث أمث وما يحدث الليلة ويربط ما يمكن حدوثه بعد عشر يوم أو شهر الانقلاب نجح ونجح لعدد عوامل والعوامل مرتبطة بينها نحن قوة سياسية مغاومة كويس ديال لعبه دور كبير جدا في انجاح الانقلاب أنا ما نغطي هنا يعني طيب أنا أنا قلت الكلام ده قلت ممكن في مليون لايف وهكذا أقوله تاني أنا من شهر خمسة لقد أحذر في القوة السياسية من حالة الاستخطاب داخل لجاءنا المغاومة لأن هذا يكون حامل بتاع الشهات كبير جدا لأي سيناريو محتمل في شهات هذه الثورة كلام شهر خمسة ومسجل ومسجل وقاعد في اليوتيوب وقاعد في فيسبوك ومسجل شهر خمسة لو جيت في صفحتي تلقى للاحظ موجود إنه يا أخوان المثال تتخطاب وبالتالي العماد الأول والأخير للقوة السياسية أو للثورة عفوا للثورة كان لجاء مغاومة لأنها هي در روح در روح اللي بتحرك للثورة كلها فإذا ما حصل عليها الاستخطاب السياسي انقسمت إذا ما انقسمت ضعفت إذا ما ضعفت انتهت وتلاشت وحقائج الليل نشوف مواكبنا يعني نشوف المواكب الحافظ فاجنو التدريج النازل ده كيف خلينا نكون وعطهم شو المواكب ما كانت ولا واحد من عشرة مما كانت عليه طعيف في مغاومة وحيات ذي لكن أصبحت دي المغاومة تحت الاستخطاب السياسي ما مغاومة بتاعت العمل السوري ودير بيختلف تماما الغوة السياسية خشت في مثال الاستخطاب وأضعفت الغوة وأضعفت الفونديشن بتاعة الثورة كله خشت في حالة الاستخطاب السياسي وأصبح دوره سياسي وليس ثوري وهنا في اختلاف كبير جدا يعني مغاومة الليلة بدل العمل الثوري بتاع اللي قالوا ما شفيه وده مجال وده حاجات وده تطحيات قاعدت تقدم مغدرة كبيرة جدا ومنغدرة لها لكن بنلقاه جنو قامت اتجهت لأنه جنو والله عندنا مشروع واندنا تأولت لجنو لجيس سياسي وبالتالي ضعفت لأنه مجرم ما خشت السياسة بتخش العراء مختلفة بخش الاختلاف وخش بأجندة ايدليجية للغوة السياسية النوجودة وأصبح لكل غوة سياسية بجنجو يتسار عندهم لجمو لكي نكون معطعين يعني أضعفت الفونديشن بتاع الثورة وده أكبر حاجة كانت راهن عليها الانقلاب العسكري لأنه الانقلاب العسكري كان أسكا ومش أسكا وبس يعني التخطيط الخارج والحاجات دي لكن الغوة السياسية لأنه ضعيفة ما عندها الامكانية الكبيرة وبالتالي عادة تكون غنيمة سهلة الافتراث تفترس بشكل واضح وهي كما لعبت دور في ناتف تنس لجان المغاومة وأصبحت لجان المغاومة الليلة أجسام سياسية وبالتالي فقدت الدعم الذي تجده لأنه كان دور ثوري لما كانت أجسام ثورية كانت لجاء الدعم الكامل الليلة لما تحولت الأجسام سياسية وأصبح هنا ناطق وأصبح هنا في برنامج سياسي وبأصبح في مساء وأصبح هنا انفرط عقد الثورة هذا الأساس هذا لجان الثورة وده الكلام اللي كنا نحذر منه إذا قلنا أكبر عامل ممكن يساهم في إنجاح هذا الثورة هو التخطاب السياسي داخل لجان المغاومة وأصبحت لجان المغاومة بدلا من لجنة واحدة أصبحت في كل حي 20 لجنة لجان مغاومة ودلت عبعين لجنو وأي حسب عنده ما نفسه وأي حسب عنده أجند وأي حسب عنده أول ساهم بشكل مباشر في إنجاح الإنقلاب بالرغم من المغاومة الشرسة اللي كانت بدأت لكن سرعان ما تلاشت وأصبحت يعني ماذا ذات الرؤية دي صحيح ما من نقلل من التضحيات اللي بتقدم ما من نقلل من الحراك اللي بيحصل لكن ما ما بيطمع بتاع الصورة أو ما بيحجمها أصلا اللي كان وبالتالي لابد من وقفة لأنه الواحد ما يبغى تلقل ستكون التضحيات مستمرة إذا ما سمرين في السنطرة وبالتالي يجي بينه شنو نحن تتواجح الحاجات عشان كده أنا بقول إنت لو ما مصارح مع نفسك ما تسمح كلام دي الحاجة اللي الغوء سياسية طيب الغوء سياسية عندما خرج حمدوك في 21 11 وقع مع الانقلاب كانت بمثابة شرعية الانقلاب وحيا دي بص الروح دي كانت من نقطة الأولى حتى قبل اللي جان مغاء دي كان بص الروح الأول ثم جلوس قوة الحرية والتغيير مع من قوين العسكري بأي صفة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر في غدا هذه التسمية كان بص للروح واحتراف إعلام التغيير الجذري كان مساهم مساهم كبيرة جدا في الشاب لأنه برضو فرد لا أتكلم عن حركات المسلحة بإعتبار أنها أصلا جذب للانقلاب أصلا أصلا جذب للانقلاب يبقى الغواء السياسية هي تجذرة وهي تناحرة وهي السؤال الكبير جدا لماذا الغواء السياسية انشغط الآن لماذا الغواء السياسية انشغط الآن كان هي أصبحت تمهيد للانقلاب أو أصبحت مؤكدة لفكرة الانقلاب أو ما بعد الانقلاب مصد وذلك يقوم بغضنا لحاجة بسيطة جدا هل لم توجد الخلافات والمسلمات الكثيرة بين الغواء السياسية ما قبل ثورة ديسمبر لم يكن في لا قادة الخلافات أكبر من الآن لكن فئة النازي قعدت لما الثورة مشت وفرضت أجندتها النازي قعدت وقامت بخلافات دي خطت هدف واحد المهم لتكون تغطى النظام وبعد كده تم تغطى النظام على المستوى الجزء أو على المستوى الرمزي أو على المستوى الرمزي لأن ما هو واصلت في جهد إلى أن تصل لبر الأمان وتحسن مذألة أي ردة أو أي حالة انقلاب أو أي حالة ثورة مضادة من النظام البايت أو من الكيزان أو كده وكده وتميّد لفترة وإحياء دولة مدنية وفترة دموقراطية جديدة تكون تضع وثسر يعني من دسور ومن كده ومن كده وتخلق يعني تحاول عمليا تطبق شعارة الصورة في ريحة حرية وسلام وبعدها تحقق الحاجات الشروط وبعد كده ممكن ترجع لخلافات العذريجية أو خلافات الكده أو كده وكده لأن أصلا مذألة الهبوطة الناعم مذألة أنه كانت موجود من بدري من بدري جدا من قبل الثورة بسنين وعلى مجيبة أصبحت تنال التحالفات السياسية معروفة يبقى إنت الليلة لما تجي تطلع الخلافات في غلمة الأزمة نفسها أنت تساهل مع من أنت أنت لا تساهل في الثورة فإي تطرح كلام لكنه كلام شايد هو كلام شايد عمليا لا يوجد ما عنده تأثير ما عنده تأثير بالتالي يرسب عليك لأنه لا يوجد في الوطن لا يوجد في الدمار لا يوجد في الدعم العقلية السودانية العسكرية الدكتاتورية الشمولية الكده 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 وفي النهاية الأزمة ستدخلنا في الحرب الأهلية الأصلا الناس يفترض كان الثورة تجاوز لأن الثورة كان تفترض تكون صفحة وكانت منفروض تكون نقطة التحول وانغاز لإنهار الدولة وفشلة الحاصل لمساف تأثير دولة السودان جديد المزألة خلاص وأصلا غير فريغيا تجربة واحدة بتاعة بورندي ورواندا ما في فريغيا ما في دولة خشت في حرب أهلية تانية طلعت منها يعني نمسك الصومال نمسك يعني خش في المسائل ممكن سريلون نوع عما ورواندا هسب هنا لكن لو مساكنا الغرب ومساكنا أوروبا كلام الدول لا يريد إلا بعد حروب أهلية الحقيقة إلا بعد حروب أهلية لابد لهم أننا ارفض الحاق وكلها ترتضى ببعض تعيش مع بعض وقدر ارتقل مع بعض يبقى الانقلاب نجاح ونجاح منه نجاح الغوال السياسية اللي قام تلعب كبير جدا تحش من دور اللي تحويله من دور سوري لدور سياسي وأصلا هي الغوال سياسية يبقى بعد كده